بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى صفحة 277 فصلٌ ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتِّباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً أي اعتقاداً وقولاً وعملاً واتِّباع سبيل السابقين الأولين رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار واتِّباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنةي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسَّكوا بها وعضوا عليها بالنواجِذ وإياكم ومُحدثات الأمور فإن كل بدعةٍ ضلالة هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فنتمسَّك بالقرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم ونحذر البدع والضلالات ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس أن يقدمون كلام الله أزوجل على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار إسماً لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين الأصل الأول القرآن الأصل الثاني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل الثالث إجماع السلف رضي الله عنهم وهم أهل السنة يزينون أي من الوزن بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أتقادية أو ظاهرة مما له تعلق بالدين فكل كلام يوافق الكتاب والسنة والإجماع يُأخذ وكل كلام يُخالف يُترك والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة قوله ثم من طريقة أهل السنة هذا بيان المنهج لأهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بعد طريقتهم في مسائل الأصول وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة أولها كتاب الله الزوجل الذي هو خير الكلام وأصدقه فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أُثِر عنه من هدي وطريقة لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرُّق والانتشار وظهور البدع والمقالات وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيًا كان قائله وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضلُّ سالك ولا يشقى من اتبعه وسطٌ بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة كالمعتزل وغيرهم يؤولون الآيات والأحاديث ولا يعبأ بإجماع السلف وبين من يخبط خبط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرِّق في ذلك بين غثٍ وسمين وصحيحٍ وسقي فأهل السنة وسط ولا يخالفون كتاب الله ولا يخالفون السنة رسول الله ولا يقبلون قول من خالف ذلك فصلٌ ثم هم أهل السنة مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وهو كل ما يحبه الله وينهون عن المنكر وهو كل ما يكرهه الله على ما توجبه الشريع ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد معلوم رأ أبراراً كانوا أو فجاراً ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر هكذا المؤمنون إخوة متحابون متعاونون على البر والتقوى ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا ذا الجلال والإكرام ويندبون أي يرغبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عم من ظلمك ويأمرون بالبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتام والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملك وينهون عن الفخر أي الكبر والخيالاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق لا يتكبرون ولا يفخرون ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي الأخلاق السيئة وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم جمع المؤلف شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف وهو ما عُرف حسنه بالشرع والعقل والنهي عن المنكر وهو كل قبيح عقلاً وشرعاً على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكراً فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لا بد من إنكار المنكر إن قدرت بيدك فأنكر وإن قدرت بإنسانك أنكر وإن لم تقدر أنكر بقلبك وفارغ أهل المنكر ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أياً كانوا لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر قال المعلق ضعيف هذا الحديث ضعيف رواه الدار قطني والبيهقي من طريق مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال الدار قطني رحمه الله مكحول لم يسمع من أبي هريرة وبينهما راوي ما نذليمه وقال النووي رحمه الله في المجموع إسناده صحيح إلى مكحول عن أبي هريرة وقال الذهبي رحمه الله في تنقيح التحقيق اسم كتاب مكحول لم يدرك أبا هريرة بينهما راوي وقد أعله الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبيل والزيلعي رحمه الله في نصب الراية بالانقطاع يعني سقط منه راوي ويغني عنه ما رواه البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يُسَلُّون لكم يعني الأئمة الضلال فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم قال ومن النصح لكل مسلم لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والنصيحة لله توحيده والإيمان به والنصيحة لكتاب الله العمل به والنصيحة لسنة رسول الله العمل بها والنصيحة لولاة الأمر دعوته من الخير ونصيحة العامة الأمر بالمعروف والنهي على الملك قال ومن النصح لكل مسلم لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر عن على الحق كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء من دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق وهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضاء في قضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي الفرقة الناجية المتمسكة المتمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم التمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله عنهم هذه هي الفرقة الناجية اللهم جعلنا منهم يا رب العالمين صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب عن الخلق هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجاء ولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمان نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يُزِغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب آمين الله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال وأما قوله وفيهم الصديقون والصديق صيغة مبالغة من الصدق يُرادُ به الكثير التصديق وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة رضي الله عنه وأما الشهداء وهو جمع شهيد وهو من قُتِل في المعركة بالجهاد في سبيل الله وأما الأبدال فهم جمع بدل وهم الذين يخلُف بعضهم بعضًا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه الأبدال أي العُلماء الذين يدعون إلى الكتاب والسنة وهج السلف وأما الأبدال فهم جمعُ بدل وهم الذين يخلُف بعضهم بعضًا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه كما في الحديث يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يُجدِّد لها أمر دينها فرواه أبو داود والطبراني في المعجم الأوسط والحاكم والبيهقي في معرفة السنن والأثار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقوَّى إسناده ووثَّق رجاله الحافظ بن حجر رحمه الله في توالي التاسيت وقال السخاوي رحمه الله في المقاصد الحسنة إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رحمه الله يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدِّد لها أمر دينها أي علماء يدعون إلى الكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله عنه قال الحافظ بن القيم رحمه الله في المنار المنيف كتاب ألفه بن القيم رحمه الله ذكر فيه أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنُقَباء والنُجَباء والأوتاد هذا كله عند صوفية يدَّعون ذلك قال كلها باطلة هذه الأقوال والمقالات كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يردُّ بها على الصوفية الذين يزعمون أن هناك أبدالاً سبعة يتحكَّم كل واحد منهم في قارة من القارات السبعة بأمر الغوث والنُجَباء أما الأبدال الذين يعنيهم شيخ الإسلام رحمه الله وهم الذين أرَّفهم الشَّارِح وهم الذين يُجَدِّدون لهذا يُجَدِّدون الدين ويدعون إلى الكتاب والسنة وهج السلف رضي الله تعالى عنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر